اشتركوا في القناة واخر يوم في احتفالات اعياد الميلاد بنتمنى لكل واحد فيكم سنة مليئة بالفرح والسلام والبركات الروحية والمادية في اسم المسيح طبعا احنا ما زلنا ماشيين مع الدكتور سيد القمني في الطريق الوعر الى موقع التجلي الاعظم وحلقتنا النهاردة هتكون مختلفة شوية هي بتنقسم لجزئين كل جزء بعنوان تعالوا في البداية نشوف مع بعض عنوان الجزء الاول منها الرد على بيان الدكتور القمني قبل ما يكتب الدكتور مقاله او بيانه كان فيه سؤالين شغليني انا شخصيا عاوزة اسألهم للدكتور وكنت حابة اسمع اجابتهم مع انه كان عندي شبه يقين انه مش هيرد على اي سؤال لكن المقال او البيان اللي كتبوا دكتور القمني ودخول الاستاذة الدكتور ايزيس القمني الطرف في الموضوع ده كان فيه الاجابة الكافية على السؤالين بتوعي دكتور سيد القمني وعلى احدى القنوات الفضائية قال لدي الجرأة لكسر كل الخطوط الحمراء والحقيقة دي شجاعة كبيرة منه يعني بتحمد للرجل لكن السؤال للدكتور القمني هل عندك نفس الشجاعة والجرأة انك تطلع تكسر الخطوط الحمراء اللي سيجد بها نفسك وبنفس الشجاعة تطلع للناس تقول انك استخدمت في بحثك ادوات الغش والخداع والتزيف والتحريف هل عندك الجرأة تكشف للناس الاسباب الحقيقية والدوافع اللي خلتك ترتكب الجريمة اللي انت سميتها بحث وتعتذر عنها مقال الدكتور القمني كان فيه اكتر من الاجابة المطلوبة لانه بدل ما يعترف بالخطأ راح كمان يهاجم الاقباط ويوصفهم بالدواعش اما السؤال الثاني فكان على اساس كلام للدكتور في احدى المقابلات الخاصة كان بيتكلم فيها عن موضوع اسلامي صعب ورفض انه ينطق ببعض الكلمات واعطى سبب انه بناته لو سمعوه يعني بينطق بالكلمات دي حيقوله ايه وده برضو كلام يحمد للرجل انه عامل حساب بناته لكن بعد البحث اللي عمله واستخدم فيه اقبح الادوات كنت بسأل يا ترى يا دكتور انت ما عملتش حساب بناتك يقولوا ايه وهم شايفينك بتحرف وتزور في البحث بتاعت مش عامل حساب انهم يكتشفوا اسلوب الغش والخداع اللي انت استخدمته طول البحث عشان عندك نظرية عاوز تثبتها لكن لما طلعت الدكتورة ايزيس القمني على مواقع التواصل الاجتماعي وشنت هجوم غريب على وحيد لدرجة انها استخدمت اسلوب الشتائم في ردها وهجومها ايقنت تماما انه الدكتور سيد القمني مش عامل حساب بناته في النقطة دي لانه اللي وضح من هجوم الدكتورة انها عارف اسلوب والدها في ابحاثه ومعندهاش مشكلة ابدا فيه مع انها شافت تحريف وتزوير بعنها لكن فضلت تدوس على الحقيقة في مقابل انها تدافع عن والدها بس حابة اقول لك يا دكتورة كل اللي فادة كوم والحلقة الجاية كوم تاني خالص يا ترى ردك هيكون ايه الحلقة الجاية حيتجلى حكم الرب الاله في تصغير كل من يحتقره اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون اعتقد الاية دي اتحفظت اما عنوان الجزء التاني من الحلقة خلينا برضو نشوفه مع بعض اخطاء في المن والسلوى طبعا الاخطاء هي اخطاء الدكتور وهي برضو اخطاء متعمدة مش اخطاء يعني عفوية كده كده او مش مقصودة يعني خلينا نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا اهلا بك يا وحيد اهلا فدوى واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا ما عليش انا النهاردة خدت يعني خدت حقي خلقات اللي فاتت انت مدتنيش فرصة فانا خدت حقي النهاردة مقالة دكتور سيد القماني بداية وعموما ايه رأيك فيه؟ انا اعتقد انه من اشار على الدكتور بالبيان اه ما كانش مصيب اه بالعكس انا شايف الدكتور اضاف الى اخطاء البحث اه خطأ اخر لانه الابحاث لا يرد عليها ببيانات انت عملت بحث بتسميه بحث نعم وناس بيردوا عليك تطلع تفن الده او تسكت انما تطلع ببيان زي البيان الاول الزمان عمل بيان برضو قبل كده عم موضوع اخر يعني ما كانش اعتقد موفق يعني ده بصورة عامة قبل ان ادخل على التعليق على البيان طيب احنا عايزين ندخل على طول عشان انا عارفة برضو ان احنا ما عندناش وقت النهار طيب على كل ان هو الدكتور القماني عشان يكون معنا الاحباء المشاهدين هو كان معطرض على ردنا عليه وكتب بيان ووضعوا على صفحته في الفيس عشان الاحباء المشاهدين يكونوا متابعين معنا وقبل ان ابدأ انا بداية ان حابب احيي كل الاحباء المسيحيين اللي كانوا بيعلقوا وكانوا بيشاركوا على الانترنت في الفترة السابقة وهم فهمين طبيعة الحرب على الكتاب المقدس كل المسيحين اللي ردوا رغم الشتائم التي وجهت لهم ورغم محاولة تحقير كلامهم الا انه كانوا عنديهم محبة وكان عنديهم شجاعة انه يقولوا لا الكلام اللي تقال خطأ نعم بحيي كل واحد فيكم الرب يبارك حياتكم جميعا ليه انا اعلق على بيان الدكتور؟ لانه بيخصنا نعم البيان خصيصا الى برنامج الدليل الى الاخ وحيد والاخد فدوة وبالتالي انا حابب اقرأ البيان واعلق عليه ده البيان الوارد قدامكم طبعا انا عارف الخط صغير ولذلك انا كبرت الخط كده وخلينا نقرأ كلام الدكتور السيد القيماني يقول بيان من سيد القيماني الى الاقباط مش عارف ليه الاقباط بالذات لانه الموضوع طال كل المسيحين لطالما حاربت من اجل حقوق مسيحيين مصر ايمانا مني بالمواطنة وبحقهم في ان يكونوا مواطنين من الدرجة الاولى في وقت عصيب وسنين عجاف لم يقف اثنائها احد وقفتي ولا حتى الاقباط انفسهم دفعت من سنين عمري ثمنا غاليا انا واولادي من اجل كلمة حق اؤمن بها حتى لحظة كتابة هذا البيان لا لشيء سوى لاني رجل متسق مع نفسي ومبادئي وهو نفس موقفي من اصحاب المعتقدات الاخرى بداية زي ما انا ذكرت الاخطاء لا تعالج ببيانات تعالج بتصحيح الاخطاء في البحث والاعتراف بها يجب ان يكون هناك شجاعة بداية تقول حاربت من اجل حقوق مسيحي مصر ممتاز ومعروف دورك في هذا الاتجاه ولا احد يقلل منه لكن هل ده معناه اخرصوا يا اقباط نعم يعني ما فيش حد فيكو يتكلم علشان انا دافعت عن قضيتكم في فترة ما فبالتالي عندي رخصة ان احرف كتابكم المقدس فما تتكلموش استهيم بإلهكم واقول عنه اللهو الخفي واشيل الآيات اقطع ابدله اغير مكانه وبالتالي ما فيش حد فيكو يتكلم ليه علشان انا بدافع عنكم فانتو تخرسوا يا اقباط ما تتكلموش ما علاقة انك دفعت عن قضية للأقباط انك تكتب بيانا للأقباط في وقت تناولت فيه حضرتك كتاب الأقباط المقدس بعيدا عن اي قيمة من قيم البحث العلمي الشفاف كان من الجيد ان يكون البيان اعتزار للأقباط انا استهنت بإلهكم لقبت باللهو الخفي قلت عنه انه اله وسني مصري خرج به موسى تخيلوا موسى طلع بإله مصري من أرض مصر هذا الاله المعتوه المصري اللي ضرب المصريين لصالح اليهود هل هي مقايضة يا دكتور القيمني دفعت عن المسيحيين فاحنا نسكت على التحريف على كل زي ما ذكرت من اشار على حضرتك بالبيان لم يكن موفقا لكن كويس علشان احنا نوضح يعني لماذا تم الرد على حضرتك بداية حضرتك اسم كبير اسم معروف اسم مشهور فكون الدكتور القيمني يطلع يتكلم عن الكتاب المقدس بهذه الطريقة ما كان يمكن انه يتم السكوت على هذا الامر مثلا انا في الرد بتاع رديت عليها على حضرتك انا يعني لو حضرتك طلعت قلت مثلا انه الكتاب زي ما ذكرتها كده يعني قلت التوراة كتاب كله تناقضات ولا كان عادي ناس كتيرة بيقولوها وناس كتيرة بتتهجم على كتابنا انا عن نفسي لا اعيره مهتماما لانه على حجم الشخص حضرتك اسم كبير قمت بتحريف وتبديل وقص وقطع وبعدين قبل ان استرسل في الفكرة اللي انا سبتها ارجع لها دلوقتي هل حقوق الاقباط عندك مجزأة يعني حضرتك تدافع عن حقوقهم المدنية او الاجتماعية لكن تزدري بعقيدتهم الدينية وبالههم وبكتابهم انما قولك لم يقف اثناءها احد وقفتي حتى الاقباط انفسهم انا هرجع للجزئية اللي انا سبتها يعني مش حنساها ولا حتى الاقباط انفسهم الجزئية دي بتقول انت فيش حد غيرك من الاقباط انفسهم اعتقد ان الكلام غير دقيق فالاقباط بمواقفهم الوطنية في مصر كاقباط يعيشون في مصر مشهود لها انها غيرت كثير من طبيعة الصراع اللي كان ممكن تكون لولا وطنية الاقباط ومحبتهم لبلد مصر ناهيك عن منظمات الاقباط الكثيرة في الخارج غيروا امور كثيرة في داخل مصر وذلك قبل ان تبدأ حضرتك كانت هذه المنظمات موجودة وهذا تاريخ لا يمكن انه ينسى هذا تاريخ معروف ده لا يقلل من دور حضرتك اللي انت قمت بيه ولكن لا تلغي الاخرين هم عملوا تعبوا كافحوا سهروا برضو كان من وقتهم من مجهودهم من اوقات كان ممكن يقضوا مع اسرهم كل هذا نقطة اخرى اذا كنت حضرتك بتتكلم عن وقوفك لجانب قضية الاقباط فلابد ان تتكلم ومن الانصاف عن وقوف الاقباط معك في اوقاتك الصعبة جدا فهناك اسماء قبطية بذاتها حضرتك تعرفة وانا اعرفة وقفت معك في الوقت الذي كان الكل تقريبا ضدك هذه الاسماء وقفت الى جانبك خلينا اقول لك حينما تم الاعتداء عليك مثلا بعيد من الاسماء الكبيرة دي حينما تم الاعتداء على حضرتك في برنامج من البرامج ويعني اعتدوا عليك بحجة انه لا يوجد كلامك في المراجع الاسلامية اعطيني برنامج واحد في العالم كله وقف مع حضرتك غير برنامج الدليل والحقيقة وقف مع ما قلته لانك كنت منصفا عندها واستخدمت مراجع الاحباء المسلمين وقالوا لك لا هذا لا يوجد برنامج الدليل هنا وحيد طلعنا في هذا البرنامج واثقنا الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله ان لا كلام الدكتور القمني موجود وساعته انا شخصيا سميت حضرتك استاذ المناظرات لم نقصر في شيء مع ما يطرح على الساحة كلها من حق وكان بيني وبين حضرتك في مكالمة تلفونية حضرتك شخصيا قلتلي الوقف اللي انت وافتها معايا يا وحيد انا مش هنسهلك ابدا يبقى الاقباط هو بيقف مع الحق بغض النظر هذا الحق قاله الدكتور القمني او غير الدكتور القمني فان تكلمت عن وقوفك الى جانب القضية القبطية يجب ان تتكلم الى ايضا وقوف الاقباط معك في اوقات اخرى صعبة اكمل هنا يقول وهو ما يعني اني ادافع عن حقك فقط ولست بالضرورة اني اعتقد ما تعتقد فيه انت واخذت هذه المعركة مني سنين طويلة شغلتني عن مهمة الاساسية والبحثية في علم الميثولوجي وعلم مقارنة الاديان وابحاثي في هذا المجال سبقت سلسلة كتبي ومقالاتي عن المواطنة والاسلام السياسي وحقوق الاقباط وغيرها من القضايا بداية تعليق على هذه النقطة تحديدا اني ادافع عن حقك بغض النظر انا لا اعتقد فيه من الذي ينتظر او يلزمك بان تؤمن بما اؤمن انا به هل لو حضرتك قلت ودي النقطة اللي انا ذكرتك وانها رجع لها لو قلت انه التوراة كلها تناقضات زي ما حضرتك ذكرت هل في حد هيرد عليك خلاص رأيك انت شايف التناقضات لا تؤمن بها يا رجل من حقك ولا كنت هرد عليك ولا هطلع اعمل كل الحلقات دي اطلاقا لكن انك انت تدخل داخل التوراة مثلا حديك مثلا موضوع مثلا اللاويين تاخد موضوع اللاويين وتغير الايات وتقص رؤوس بعض الايات وتجيب الاجزاء اللي انت سبتها وتروح تفسر الاجزاء دي بناء على انها تناقضات داخل التوراة ده ما يبقاش بحث لا ده يبقى تحريف وتزوير ولازم يترد عليك مش ممكن يتساب الكلام ده ايه اللي كنت منتظره يا دكتور ايه اللي منتظره انه حضرتك انه احنا نيجي يعني ونقول برافو عليك يا دكتور القيمان انت حرفت كتابنا واحنا ساكتين عشان عندك دور عملته مع الاقباط هل هي مقايضة انا استغرب لهذا الطرحي بصراحة فنحن لا نلزمك ولا منتظرين منك انك تكون بتؤمن بكتابنا ولا اي شيء دخلت جو كتابنا ما تلومي لا نفسك بعد كده خلاص استحمل الردود اللي حتكون على ما اسميته حضرتك بحثا انتقل الى بقية يقول ومن اهم هذه الكتب النبي موسى واخر ايام تل العمارنة في ثلاث اجزاء مصحوبة بخرائط ومخطوطات وعمل شاق استغرق 14 عام الى اخره وبرغم من صديقي صاحب قناة القاهرة والناس وبناء على طلب القناة تم عرض بعض افكار الكتاب وتبسيطها وتم التنويه دي نقطة مهمة جدا للدكتور ان التوثيق والمراجع والشرح المطول متاح بالموسوعة فقط وان الحلقات غير كافية للمهتمين هل قراءة الكتاب اللي حضرتك بتتكلم عنه حيغير التحريف اللي حضرتك طلع من فمك ومن لسانك هل ستغير رأيك وترجع رؤوس الآيات الى اجسامها مرة اخرى الآيات اللي حضرتك قطعتها او الآيات اللي بدلتها يعني كل انواع التحريف حضرتك عملتها في البحث يا دكتور القماني عزيزي ما استوجب الرد على حضرتك ليس طول البحث او قصره او عمقه ولا لانك استخدمت التوراة وكلام حضرتك ان الحلقات اللي عملتها حضرتك غير كافية هي محاولة غير مجدية هي محاولة فقط لذر الرماد في العيون ما استوجب الرد وكان لا بد ان يتم الرد على الدكتور القماني هو التحريف الممنهج الذي قمت به حضرتك في قطع رؤوس الآيات وتحريفها وتحويلها بعض الآيات من مكان لآخر فقط لإثبات نظريتك بهذا القص واللصق والتبديل خلينا اقولك لو حلقات حضرتك ألف حلقة وفيها التحريف ده لما تساهلنا معه وكان هيكون ردنا نفس الرد ده لو ألف حلقة كنا هنرد كده الفكرة انت مش وضحته او ما وضحت او بصت انت حرفت تدخل للنصوص تاخد النص تكسمه نصين تاخد كلمة وتطلعه وتسمي ده بحث لا انا لن يعني لا تنتظر من الأقباط من المسيحين عامة في العالم انه يقف مكتوفيه الايادي وهم شايفين كتابهم بيتحرف قصة ان الحلقات قصيرة هذا الامر لا يدخل في صميم الرد ثم بعد ذلك يقول الدكتور القماني لأفاجأ بسيل من الهجوم من المسيحيين دفاعا عن التوراة كما لو كانوا يهودا اكثر من اليهود في دفاعهم عن التوراة وبتعصب لا يختلف كثيرا عن تعصب الدواعش وعليه فانا اهيب بهم ان يكونوا موضوعيين لان لغة البحث العلمي ليس فيها عواطف ايمانية او انحياز على حساب الحقائق اولا بتقول لأفاجأ بسيل من الهجوم من المسيحيين دفاعا عن التوراة وتتفاجأ لي يا دكتور ذا انت دكتور انت مش عارف ان المسيحين بيؤمنوا بالتوراة ولا ايه تتفاجأ ليه يعني وايه اللي انت متوقعه يعني هل حضرتك كنت متوقع انه الاقباط حيسكتوا حيخرسوا علشان انت حضرتك قدمت لهم او دفعت عن قضية الاقباط في كتبك او في مرحلة من المراحل ها هو الكتاب المقدس يا دكتور اهو كتابنا العظيم ده اسمه كتاب المقدس فيه التوراة الكتاب اللي بيؤمن به كل مسيحي الكتاب الاكثر انتشارا في العالم واكثر طباعة واكثر توزيعا من اي كتاب اخر في هذا الوجود المسيحين بيعملوا كده هل ده انت يعني حضرتك متفاجئ عشان الكتاب المقدس علشان المسيحين بيدافوا عن التوراة لا تمفروض عارف يا دكتور القمني انه الكتاب المقدس كتاب المسيحيين فيه العهد القديم ضمن العهد القديم التوراة ذكر العهد القديم فما كانش غريب عليك انك انت تفاجأ تفاجأ ليه ما هي التوراة ده اساس المسيحية الاساس بتاع المسيحية التوراة فبالتالي انا مستغرب انك انت بتقول لا لأتفاجأ ثم هل مثلا حضرتك ممكن تقول للمسلم النهاردة انت بتؤمن باسحاق ويعقوب ويوسف ليه دول يهود علشان دول يهود يعني انت والامر مسكور عندهم في القرآن تقول له لا تؤمن بها دول يهود هل ده هو فكر المثقفين المتنورين الكلمات اللي بيتم استخدامها علشان يعني يتم بيها تحقير الآخر هل ده كلام المتنورين المثقفين يعني ثم هل دفاعنا عن عقيدتنا اصبحنا في نظرك يهود لا وكمان دواعش أليس هذا تطرفا في الفكر لماذا اعتبرت ردي ردنا هنا في برنامج الدليل على حضرتك دواعشي ولم تعتبر تحريفك للكتاب المقدس دواعشي يعني أي حد دافع عن عقيدته بالفكر والقلم أصبح داعشي في نظر الدكتور القيماني لما حضرتك دلوقت بتدافع عن مجرد بحث في نظرنا كله أخطاء وانت عارف أنه كله أخطاء ومع ذلك لم نقل عنك داعش يعني خلي بالك يعني احنا لما ندافع عن عقيدتنا نصبح دواعش حضرتك قلت عن إلهنا اللهو الخفي عن كتابنا كله متناقض قمت بقطع رؤوس رؤوس الآيات خلي بالك ده تعبير يعني فيه بلاغة وحضرتك أستاذ في البلاغة لم نقل عنك داعش مع أن قطعت رؤوس الآيات احنا بنجيب رؤوس الآيات نرجع لجسدها مرة أخرى احنا بيجينا دواعش لا ويهود وغيره كل ده يعني عشان ردين على الدكتور القيماني يعني احنا كل اللي عملناه بينا لك التحريف اللي حضرتك عملته ولم نستخدم سيفا ما رفعناش عليك سيف ولا كوب ماء وضربناك دي زي ما حصل مع حضرتك بالعكس احنا استخدمنا سيف الكلمة فقط سيف الكلمة فاحنا عشنا وشوفنا يا دكتور يا صاحب الكلمة لا تقبل الكلمة الأخرى بل وتكفرها وتدعوشها اصبحت مدعوشة هذه الكلمة الحمد لله احنا يعني استخدمنا فقط الكلمة سيف الكلمة فإن كان قد آلمك أو استفزك فأنا أعتذر هذا ليس المقصود ولكني كان لابد أن نوضح الحق الكتابي اللي احنا بنؤمن به واللي احنا بنعرفه من حق نوضحه قدام الناس خاصة لما يكون واحد له اسمه تاريخ زي حضرتك ويأتي لكتابنا المقدس وهيتعامل معه بهذا الاستخفاف فالآن لما ردينا عليك وبينا التحريف إلا حضرتك قمت به أصبحنا دواعش ما هذا الإرهاب الفكري الذي تقوم به ضدنا يا دكتور لو اتكلمت سأقول عنكم دواعش ده إرهاب فكري ده أسوأ من التكفير بالمناسبة يعني حضرتك عاوزنا نسكت وإنت تنتقد الإله ونحن لا ننتقد القمني فهل أنت فوق الإله يعني حضرتك عاوزنا نسكت أنت تنتقد الإله ونحن لا ننتقد القمني ثم حضرتك بتقول أن اللغة البحث العلمي دي ليس فيها عواطف إيمانية ليس فيها عواطف إيمانية صحيح أتفق معك لكني أسألك هل لغة البحث فيها تحريف؟ هل لغة البحث فيها قص رؤوس الآيات التي أنت تبحث فيها؟ هل لغة البحث فيها تبديل مكان الآيات لما ما توفقش النظرية بتاعتك؟ هل لغة البحث فيها تحقيق الأنا والذات على حساب الحق الموجود؟ يا رجل اعطيني بحثا إسلاميا واحدا أنت قمت به قصيت في النص القرآني واحد أبحثك الإسلامية كثيرة اعطيني بحث واحد إسلامي حضرتك قصيت الآي أو غيرت المكان أو النصوص بدلت مكانها أو شلت من في النص ده عشان يظهر كلامك اللي أنت عايزه ما حصلش مش محتاج القرآن فيما يكفي وتستطيع أن توضح الأخبار اللي عايزة بالإضافة إلى التفاسير لكن لما أتيت إلى كتابنا المقدس حتقدت أنه الإله هو الإله وخليني أعمل اللي عملته في القرآن لا هنا الحق أي كلمة حتشيلها حتحطها هيتضح من السياق أنه هناك إشكالية وصدقني من أول مرة سمعت حضرتك كم الأخطاء التي تم حصرها في ذهني هذا عدد خطير جدا سيظهر في الحلقات طبعا مش كله لكن ربما بعض منه إذن أنت لم تقطع نصا قرآنيا فلماذا قطعت وغيرت مكان الآيات في الكتاب المقدس إذن جعلت في بحثك هذا ما هو أسوأ من العواطف التي تتكلم عنها حضرتك أحبائي تبقت لي بعض الأسطر في بيان الدكتور القيمني سأختم بها لاحقا أما الآن فأريد أن أعرض بعض الردود التي كانت من الدكتور على المعلقين على البيان بتاعه في الفيسبوك عندك أي تعليقات تحبي قبل ما أردتها؟ أنا عندي الموضوع بتاع الكتاب اللي هو يتكلم عنه أنه كل حاجة موجودة في الكتاب طيب أنت لخصت الكتاب في حلقتين هل تلخيصك للكتاب شيء مخالف عن اللي موجود في الكتاب؟ يعني هل كان فيه في الكتاب الآيات زي ما هي مثلا موجودة ولما جيت عملت الحلقتين رحت عملت القص واللزق والتحريف والتزيف اللي أنت عملته ولا هي هي ولا هي تجارة اشتروا الكتاب عشان تشوفوا إيه بالزبط يعني أنا أعتقد أنه الدكتور القيمني زي ما أنا ذكرت هو لو عمل ألف حلقة وطلع كل البحث بتاعه اللي عمله في كتاب وطلعه في ألف حلقة وفيه قص الآيات بهذه الطريقة سنؤاخذه على هذا طبعا أنا ما يهمنيش يؤمن بالكتاب ما يؤمنش بالتوراة يؤمن ده كل ده 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 مشكلة ده ده يعني ده خيارك أنت ما فيش حد مطلقا له الحق أنا أؤمن بإيه ولا أنت بتؤمن بإيه لكن دخلت في إيماني ومسكت الآيات ابتدت قص فيها وتترجم ما تبقى على وفق نظريتك اللي هي ضد آيات أخرى في نفس الكتاب مع أنه لو تحط الآيات اللي انت خدتها مش هيصار كده يبقى لا مش ممكن نتكلم عن اللويين يا رجل اللويين عنديهم سفر كامل باسمهم في الكتاب المقدس اسمه سفر اللويين حضرتك تقول لي سايبه مع الباب سايبينه مع الباب باب إيه ده قضاة 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 مدن الملجأ اللويين يعني القضاة الذين يحكموا في شعب إسرائيل في مدن الملجأ دول من سفر تلاوي ومدن الملجأ غير مدن لاوي لا في تاني إضافة لها طبعا يعني مدنهم دي خاصة ودي مدن ملجأ دي حاجة تاني بالإضافة لها دي برضو هي خاصة باللاويين نعم غير الستة واربعين مدينة طبعا نعم ده اللي أنا أقصده طبعا دول ستة مدن ثلاثة في الضفة الشرقية وثلاثة في الضفة الغربية نعم قضاتها قضات هذه المدن مدن من اللويين فلما يجي يقطع الآيات الدكتور القيمني ويروح يفسر الحتة دي بناء على أنه بص وهو بيقول كده يعني مثلا يمسك التوراة ما فيش اضطهاد للمصريين ما فيش اضطهاد لبني إسرائيل في مصر طيب جبتها من فين مع أنه غير كده موجود في التوراة بس اليهود خدوا دهب المصريين هم مطلعين طب هي دي في نفس الآيات انت بتاخد دي تقوله هو موجود نعم ليه؟ والتشويه محاولة التشويه لليهود يعني أنا ما بقولش دول ما عندهمش أخطاء كل الناس عندها أخطاء لكن هنا في النصوص دي صحيح انت بتعمل محاولة التشويه وبتلعب على عواطف المشاهد علشان يعني انت عارف أنه المنطقة كلها فيها عداء ضد إسرائيل وضد اليهود فانت بتلعب على النغمة دي فاشلة لأنك انت لما تجي للبني إسرائيل أو يهود أو غيره نحن نتكلم على حق كتابي إبراهيم أب من أبائي بالإيمان حتى أنا لا أنتمي لإبراهيم عرقا لكن أنا أنتمي له في الإيمان بالمسيح يسوع طبعا دي قضايا لهوتية في الكتاب المقدس أنا لن ألزمك بها لكن انت دخلت في التوراة خلاص يعني ما تستغرب ولا تفاجأ أن المسيحين بيردوا على حضرتك بس احنا مش دواعش يا دكتور لا أبدا احنا ناس شايفين الحق في كتابنا شايفين حضرتك حرفته فبيرد عليك فإن استفزك هذا الرد فاحتمل معلش خلينا أدخل لو سمحت للتعليقات ده بعد ما وضع الدكتور القيماني البيان بتاعه ففي واحد أنا طبعا اخترت ما عليش الأحباء المشاهدين أو اللي شاركوا يسمحوني اللي نكبر كده شوية واحد اسمه رأفة إبراهيم قال للدكتور شوف حلقات الأخ وحيد بيرد على حضرتك فالدكتور القيماني بيرد عليه بيقوله شفت حلقة وحيد وأنا مشفق عليه من سزاجته في الرد واللا منطق اللي بيتكلم به لأنه لم يقرأ كتابي ولأن أفقه ضيق جدا الحقيقة ضحكت من قلبي على الحلقة دي فواحد تاني اسمه الأخ وجيه دخل في النقاش وبيقول له أنت مفكر محترم لكن المطلوب من سيادتك لا تشفق على سزاجته لكن ترد على ما قاله وحيد كلمة بكلمة الحجة بالحجة لنستفيد هو ليس صراع ولكن بيان الحقيقة طبعا ده الكلام المطلوب ردت الأخت المباركة السيدة إيزيس بنت الدكتور وقالت له يرد على العبط ليه هو فاضي دي كانت جزئية هل قراءة الكتاب بس كده يعني ستغير التحريف للآيات ردي في الحلقات بيان الهدف الهدف زي ما ذكرت لك يا دكتور لو أنت قلت لا أؤمن بالتوراة توراة محرفة خلص برحتك لكن الهدف هو الرد على قطع وتزوير الآيات وتبديل مكانها كل أنواع التحريف المعروفة حضرتك قمت بها عزيز القمني فيما أسميته بحثا فقراءة الكتاب لن تغير الأخطاء التي وقعت فيها متعمدا ولن تغير الكلام الذي خرج على لسانك كنت أنتظر منك ردا بأنك مثلا أنا قطعت الآية هنا علشان كده أنا زورت حرفت بدلت الآيات دي علشان أنا عاوز كده بدلت ترتيبها ده كان المطلوب في الرد بعدين أفق ضيق الأخ وحيد بيقولك أفق ضيق طيب خليني أس يعني أروح معك في هذه الجزئية الأفق الضيق يعني مثلا عاوزني أشوف حضرتك مثلا بتحرف في أنهم طلعوا بإله مصري خلاص أفوتها وأخلي أفقي ضيق واسع يعني أوسع أفقي فيعدي كل الشوائب وكل الأخطاء ده المطلوب ده معناها كده ده الأفق الواسع أشوف حضرتك بتحرف الآيات في موضوع يوسف بيقولوا أحييتنا أحييتنا عشان الدم بزار يأكلوا والدم بزار يزرعوا خد أربعة أخماس وأدى الخمس لفرعون انت شلت أعطائهم أربعة أخماس والخمس ورحت عشان باعوا أنفسهم قلت أحييتنا طبعا للي مش حضر الحلقات لازم يرجع لها خلاص أمشي الموضوع وأخلي أفقي واسع هو ده اتساع الأفق بالنسبة لحضرتك هو ده كلام المستنيريين والعارفين والمثقفين إذا كان ده اتساع الأفق فيبع حضرتك تراجع نفسك في مفهوم اتساع الأفق اتساع الأفق مشكلة اتساع الأفق إن أسمعك وأتحاور معك وأرد عليك ده اتساع الأفق مش أفوت اتساع الأفق إن أنتظر منك الطلب بتاع اللي هطلبه من حضرتك بعد شوية أكمل هنا في جزئية السيدة إزيس بيترد على الأخ رأفة إبراهيم بيتقول له وحيد طالع يردح وعنده غباء منقطع النظير ومن ضمن النقاط إنه يعيب على السيد القمني ومش واخد باله إن التوراة اللي بيدافع عنها هي اللي قالت وبيتكلم دون أن يرجع للكتاب فقال الكلام أهبل جدا حضرتك مش واخد بالك سيدة إزيس إنك بترد على ناس عارفين التوراة وأروها ليس فيها الآيات المبتورة اللي قطعها الدكتور السيدة القمني يعني ما فيش حاجة متخبية لو في زي ما حضرتك بتقولي فيه في التوراة ما كانش الدكتور اضطر للتحريف بس هو ما فيش كمان هنا الدكتورة بترد على الأخ رأفة مرة أخرى أنا سمعت حلقة وحيد انتظرت منه نقد بناء أو كلمة واحدة منطقية لقيته شخص معتوه هنا بقى حضرتك دخلت الحتة أنا ما بفهمش فيها ما عنديش ده مش موجود في قاموسي أنا بباركك وربنا يباركك وأنا مزعلان منك أنا متفاهم موقفك تماما فيعني انت بتبص للوالد وبتدافع عنه ربنا يباركك في محبة الوالد بس دي نقطة أن لا توجد فيه قاموسي إطلاقا كلام اللي حضرتك بتقولي ده أنا ما عرفوش ومزعلان منك بالمناسبة حقر بقيت الكلام لقيته شخص معتوه اللي قاله ده لا يمثل البحث بصلة وبجد ما تتعبش نفسك بابا لا هيقرأ الكلام ده ولا هيرد عليه أنا شفت الحلقة معاه يعني مع الوالد وكنا بنضحك من عبط وحيد ما تستشهدش بيه بجد نصيحتي يعني المشكلة سيدة إزيس حضرتك بتناقشي أو بتردي على ناس فهمة واكتشفت الحقيقة يعني هي مجرد محاولات لكنها صدقيني لن تأتي بنتيجة في أخي تاني اسمه جرجس طبعا جبت الأجزاء اللي كان رد على الدكتور أو السيدة إزيس بيقول يوجد برنامج في قناة الحياة المسيحية بيقدم الأخ وحيد أرجو أنك تشوف الحلقة ورده عليك يا دكتور السيد وإحنا برضو بنحبك وده رابط الحلقة فردت السيدة إزيس بتقول له شفنا الحلقة دي أنا وبابا والحقيقة ما بطلناش دحك الأخ وحيد بيردح وطريق التفكير مسطحة جدا طريق التفكير مسطحة مسطحة يمكن تكسط سطحية وما عندوش أي منطق وأنا ما قدرتش أكمل باقي الحلقة من الهبل اللي سمعتم هذا ما وصلني أحباء المشاهدين من ردود من الدكتور القيمني ومن الأخت المباركة إزيس أنا مزعلان منك أختي إزيس ربنا يباركك وأنا مقدر محبتك للوالد وبالمناسبة كلنا بنحب الدكتور القيمني وهو يعرف ذلك جيدا وما بيني وبينه من مكالمات قديمة هو يعرف جيدا محبتي له لكن المحبة شيء وبيان الحق أمر آخر فلن أحب ولا زوجتي ولا أولادي أكثر من الله مش هيحصل فالله هو أولا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ينبغي أن يحب الله دائما عقيدتنا مش معناه أن أنا برد عليك أني محبة ليك تزحزحت ولو شعرة إطلاقا ده موضوع مختلف تماما لكن أنا عايز أعلق حتة أخيرة يعني أنا عاوز أقول كل هذه الإهانات الموجهة لوحيد بتقول فعلا أنكم كنتوا بتتحكوا يعني أختي إزيز كل الإهانات اللي حضرتك قلتيها دي بتقول فعلا أنك أنت وبتحضر الحلقة مع الوالد كنتوا بتتحكوا التحليل مهم وبالرغم من أني لم أقل كل هذه الإهانات للدكتور زي مثلا أنت بتقولي مثلا وحيد عبيض أنا ما قلتش عبيض معتوه طريقة تفكيره مسطحة أو سطحية ما عندوش منطق كلام أهبل غباء منقطع النظير مع أني لم أقل كل هذا طلعت بردح طيب أمالي اللي بيقولي الكلام ده بقى يبقى الرب يباركك أنا بزعلان منك بس خلي بالك وأنا زي ما قلتلك يعني متفاهم موقفك لكن حضرتك غير معنية بالبحث ده إطلاقا لا حضرتك ولا أي شخص آخر أنتظر منه يعني رد أنا المنوض بهذا البحث أمامي هو الدكتور القيماني وأمام كل الأقبط كل المسيحين الذي قام بالبحث وخرج الكلام من فمه بأخطائه فأنا أنتظر رد الدكتور السيد القيماني على طلبه القادم بعد شوية أعود للسطور الأخيرة في بيان الدكتور القيماني وأختم بيقول ومن استفزته حلقات جبل التجلي عليه العودة إلى الكتاب ودراسة جيدا الرد على حضرتك ليس منطلق الاستفزاز وإنما توضيح وتصحيح وتحقيق وتوثيق الآيات أمام الملايين إلا حضرتك قمت بتحريفة فلو ردنا ده استفز حضرتك فكتبت هذا البيان وليس بحثا إحنا بنرد وإنت ليه عاوز يكون استفزاز أراد على حضرتك احتمل ثم يقول قبل الوقوع في أخطاء وأهواء سازجة تليق بسطحية من يهاجم عملي البحث على الفور أصبحنا مهاجمين علشان بنرد و بنصحح لحضرتك الآيات بالتحريفة طبعا بمنهجية واضحة يعني احنا يعني بتعكس لنا مستوى البحث يعني ممنوع انتقاد الدكتور القيماني لو انتقدت أنت مهاجم انت بتحاجمه بعدين إذا كنا احنا سطحيين ونجحنا في توثيق هذا الكم الكبير من التحريف فكم لو كنا أقل سطحية من ذلك أو أكثر سطحية يعني حضرتك بتهين نفسك يا دكتور مش وحيد لأن حضرتك بتهين نفسك لما سطحيتنا نجحت في القبضة على كل هذا التحريف فإذا انت بتحكم على مستوى بحث حضرتك لأن السطحي اللي هو وحيد عارف يطلع كل ده طب لو كان انسان مش سطحي جزء الأخير حضرتك تقول تليق بسطحية من يهاجم عمل البحث المحصن بالوثائق التاريخية والعلمية سيد القيماني هذا كان نهاية البيان ممتاز طالما حضرتك واثق من بحثك أنا سميت حضرتك هنا في البرنامج هذا أستاذ المناظرات أستاذ المناظرات لديهم لديهم الحق في أسئلة عن الآيات التي تم تحريفها والإجابة أيضا عن ما سنقدمه بنعمة الرب الأسبوع القادم يوم 14 يشمل هذه المناظرة أيضا فأنا أوافق على مناظرة حضرتك على القاهرة والناس وإذا لم يكن الأمر متاح على قناة القاهرة والناس بنعمة الرب على استعداد لاستضافتك هنا على برنامج الدليل للمناظرة على راسي أضعك على راسي لنرى من لديه التوثيق الأكاديمي البحثي المحصن بالوثائق فأرجو قبول طلب المناظرة يا دكتور القمني ولك مني جزيل الشكر والتقدير هذا كان التعليق أحبائي على البيان الذي قدمه الدكتور القمني والتعليقات من حضرته ومن أختنا المباركة السيدة إيزيس القمني رب يباريكم طيب أنا بس كان عندي جزئية وأنت بتقرأ البيان برضو كان بيتكلم عن أن هو متسق مع البحث والعمل والكتب والموسوعة بتاعته متسق مع المبادئ بتاعته فأنا برضو سؤالي مبادئ إيه؟ يعني إيه المبادئ اللي كانت موجودة في الكتاب أو إيه الحقائق أو إيه الموضوع اللي كان موجود في الكتاب متسق مع مبادئه؟ إيه؟ ما إحنا شفنا فيه غش وفيه خداع فيه تزييف وفيه تحريف وفيه قطع ولسق وتأخير وتقديم للآيات كل الكلام ده موجود إيه المبادئ هنا؟ هل أصبحت الأدوات ده هي المبادئ؟ أنا أعتقد بصي هو محاولة يعني لملمة زر الرماد ده؟ يعني هو ما يزعلش إحنا عندنا أسئلة كثيرة سنضع الآيات في المناظرة ونشوف حضرتك ليه حرفت دي ليه قصيتها ليه أنت في البداية قلت لا يوجد اضطهاد لبني إسرائيل ورجعت بنفسك قلت لا فيه اضطهاد عن بني إسرائيل فيه اضطهاد لبني إسرائيل في أرض مصر أنت بنفسك في نفس الحلقة وأنا أثبت ده في أول حلقة لحضرتك بس أسلجت صدري يا دكتور إن أنا عرفت أن حضرتك بتحضر الحلقات ده شيء رائع جدا لأنه يهمني كان جدا أن الحلقات توصل لحضرتك فبيان حضرتك يعني إيجابيا في هذه النقطة إن عرفت أن حضرتك متابع الرب يباركك طيب أدخل في موضوع آخر الجزء الثاني تماما وهو ما زلنا مع القماني تماما نعم هندخل في الجزء الثاني أحبائي لو أنتم معي هنا ده كان القسم الأول الرد على بيان الدكتور القماني الجزء الثاني أخطاء في المن والسلوى فخليني نسمع الدكتور القماني في الفيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى فهي المن والسلوى في نفس الوقت هم مبتدوا يتعبوا في سيناء وزهقوا من أكل المن والسلوى وأنا بالمناسبة كالت المن والسلوى أو ما أظنه المن والسلوى في رحلاتي التدقيقية داخل سيناء لما كنت ببحث عن موقع هناك اسم رفيديم حسب خراءة التوراة اللي هو موقع ما قبل الوصول إلى جبل التجلي بقى وقررت أستريح مع الجماعة العربة قرية اسمها رفيه وأكلوني هم بيسموه المن لحد النهاردة وأظنه هو المن المخصول في القرآن الكريم وهي مادة عسلية تنبت بتبقى زي اللبان بتطلع من الشجر بتشر زي الكهرمان من الأشجار اللي في سيناء اللي هي الأشجار السنوبرية دي تذوقت هذا الصمغ الجميل اكتشفت إنه هو عسل راقي ورائع جدا ويملأك بالطاقة وما تكله تحس النكمليان بالطاقة وبالحرارة وأكلنا السمان في هذه القرية اللي اسمها رفيه وقالوا هذا هو السلوى ويسمونه حتى اليوم أهل سيناء لما ينصبوا الشباك وقت هجرة الطيور في بداية موسم الهجرة وعبور هذه الطيور على سيناء بينصبوا شباك عالية في اتجاه البحر المتوسط فتقع هذه الطيور في الشباك ويبيعوها وبنكلها إحنا داخل مصر واردة إلينا من سيناء حتى النهار وبنسميه السمان ممتاز على كل بداية الخريطة اللي استخدمت دكتور هذه موجودة قبل ميلاد الدكتور من زمان يعني المسيحيون يعني من مئات السنين عارفين الخريطة ورسموا الخرائط بتاعة الخروج يعني ربما الدكتور عنده جزئية في منطقة رعم سيس حاول أن يبحث فيها أعتقد ده كان البحث المين الأساسي بتاعة الدكتور وزاد عليه كل هذه المغالطات ليتك بقيت في بحثك عن مدينة رعم سيس يا دكتور كان حيكون شيء رائع جدا على كلين أنا هلخص الفيديو بتاعة الدكتور هو كالتالي أنا أكلت المن والسلوى أو ما أظنه المن والسلوى أكلوني هم بيسموه المن لحد النهاردة وأظنه هو المن المذكور في القرآن الكريم ده كلام الدكتور مادة عسلية زي اللبان بتنزل من أشجار سنوبرية في سيناء تزوقت طعمه زي العسل وراقي ويملأك بالطاقة أكلنا وأكلنا السمان وآله وده السلوى واتكلم عن نصب الشباك والطيور اللي بتقع فيه أنا أكلت المن والسلوى أو ما أظنه المن والسلوى هم بيسموه الحد النهاردة المن والسلوى كتير من الناس أكلوا السلوى يا دكتور واصطادوها وأنا واحد من هؤلاء السلوى واحد من هؤلاء أنا اللي كنت باصطاده وأنا صغير يعني وأكلتها وملايين الناس غير يصطادوها وأكلوها أما موضوع المن فده موضوع تاني بعدين يعني إذا عندنا موضوعين دلوقت المن والسلوى بحثك يعني وصلت للبدو أكلوك شيء قالوا لك ده اسمه المن أنت أخذت كلامه مسلما وسميته ده بحث يعني العرب الموجودين هناك أكلوك شيء اسمه المن قلت ده هو المن ده أنت لو رحت الكويت هتلاقي فيه شجر تاني اسمه المن لو رحت العراق هتلاقي فيه نبات آخر مختلف اسمه المن مناطق كثيرة سمت بعض النباتات تيمنا بالمن اللي نزل على بني اسرائيل سموه من لكن هل هو ده المن؟ صمغ خلينا نكمل مع الدكتور ونعلق يقول وأظنه هو المن المذكور في القرآن الكريم غريب أنه يقول المن المذكور في القرآن مع أن بحثه في التوراة السؤال لماذا لم يقل هو ده المن المذكور في التوراة؟ ليس سيخدمه الموضوع هل بحثه كنت بتتتبع رحلة الخروج اعتمت على القرآن أم على التوراة؟ أنت شهدت وأكدت أنك ستتتبع الخروج مع النبي موسى ومن معه القمني يقول وأظنه المن المذكور في القرآن الكريم بغازل الأحباء المسلمين حتى كاتب القرآن الذي أخذ جوهر هذا الحدث أو هذه الحادثة من التوراة ما قالش أنه هو شجر ده بيقول كده في القرآن سورة البقرة سبعة وخمسين والأعراف مية وستين يقول وأنزلنا عليكم المن والسلوى وعلشان لجيت بعض الناس بيحاولوا يغيروا في كلمة أنزلنا غير نزلنا لجيتها في صورة طه ونزلنا عليكم المن والسلوى نزلنا وأنزلنا مذكورة الاثنين نازل حتى يمكن القرآن بيتكلم عن السلوى نازل لنا بيطير وبتقع جايز أنا لا أعرف لكن حتى القرآن اللي حضرتك بتقوله ده مش صمغة نص القرآن سيبك من التفاسير مفهوم ذهابك للقرآن أنا أفهمه لأنه أصلا لم يصف المن وتركت التوراء اللي وصفت المن ووصفت أشياء كثيرة سأتعرض لها بعد قليل قلت حضرتك مادة عسلية زي اللبان بتنزل من أشجار سنوبرية في سيناء تزوقت طعمه زي العسل وراقي ويملأك بالطاقة يعني المعلومة أمامك زي الشمس في التوراء زي الشمس يعني المن إيه هو متى نزل المناسبة يعني الطعم بتاعه كل شيء موجود أنت بتسيب ده ولازم أنت يعني يعني تأتي بشيء آخر وتسيب النصوص اللي قدامك وتقول أنا بتكلم من التوراء ليه علشان عايز شيء يتناسب مع النظرية بتاعتك صمغ الشجر يا دكتور حضرتك بتقول أنا بشوف الديمغرافيا والأرض والناس طيب كل اللي طلعوا دول شعب بن إسرائيل ومعاهم اللفيف اللي حضرتك حرفته وقلت عليه ده ستلاوي وقصيت الآيات فيه مش هرجع لها تاني حوالي 2 مليون شخص من سفر العدد اللي بنعرفه في التعداد 2 مليون شخص هيعولهم صمغ بنزل من شجرة وجبتين أو 3 وجبات في اليوم لمدة 40 سنة هو ده المنطق ده العقل اللي عاوزنا إحنا نشغله تلغي كل الحق الموجود في الكتاب وكيف عالهم الله 40 سنة في البرية وهنشوف ايه هو المن من كتابنا العظيم وتروح تقول ده صمغة صم كانوا بيأكلوا صمغة صمغ يعول 2 مليون شخص لمدة 40 سنة يعني لو ايه وهما متنقلين يعني بني إسرائيل ما كانوش في حتة حتى هو ذكر تنقلاتهم أسبوع هنا أسبوعين هنا شهر هنا فمعهم الشجر ده ماشي ماشي الشجر معهم صحيح شجر الصمغ يعني ماشي في البرية بيأكلهم ده مهما كان والصمغ بيشبع هو الصمغ ده لما انت تاكله بتستغنى عن الوجبة يعني يمكن الدكتور بيقصد ده اللي موجود فيه سيناء بس ده مش هو المذكور في الكتابة دكتور كان عليك انك انت تلتزم انا هطلب من المخرج انه هو يعيد لي الخمس ثواني الاولى من الفيديو عايزكم تشوفوا الصورة اللي استخدم الدكتور في المن والسلوى لازم تركزوا فيها لو سمحتوا عشان فيها شيء بينصف كلام الدكتور تماما ده الصورة اللي استخدمها هو في الفيديو بتاعه هو فخلينا نشوف بس الخمس ثواني الاولى انا مش محتاج اكتر من كده نشوفها ونرجع اما المفاجأة المثيرة فهي المن والسلوى في نفس الوقت هم مما ابتدوا يتعبوا في سيناء وزهوا من اكل المن والسلوى انا بالمناسبة كالت المن والسلوى او ما اظنه المن والسلوى في رحلاتي التدقيقية داخل سيناء لما كنت ببحث على الموقع هناك اسم رفيديم حسب قراءة التوراة اللي هو موقع ما قبل الوصول الى جبل التجلي بقى وقررت استريح مع الجماعة العرب قرية اسمها رفيه ويأكلوني هما بيسموه المن لحد النهاردة واظنه هو المن المقصود في القرآن الكريم وهي مادة عسلية بتبقى زي اللبان بتطلع من الشجر بتشر زي الكهرمان من الاشجار اللي في سيناء اللي هي الاشجار السنوبرية دي تذوقت هذا الصمغ الجميل اكتشفت انه هو عسل راقي ورائع جدا ويملأك بالطاقة ثم تاكلوا تحس المكمليان بالطاقة وبالحرارة وأكلنا السمان في هذه القرية اللي اسمها رفيه وقالوا هذا هو السلوى ويسمونه حتى اليوم أهل سيناء لما ينصبوا الشباك وقت هجرة الطيور شكرا واضح انه يعني كان في اسرار على اكمال الفيديو ما مشكلة بصوا انتوا لاحظتوا صورة اهي الصورة انا جبتها لكم هنا بتاعت الدكتور كبرتلكوا الصورة بتاعت المن ياريتني كبرها ياريتني كبر الصورة دي لو سمحتوا لحبال موجودين معايا شكرا زي ما انتوا شايفين المن بيتلم من الارض مش صامغة بنزل من الشجرة يعني الدكتور بينصف كلامه تماما بنفسه الصورة اللي استشهدت بها يا دكتور القمني بتضرب كلامك فيه مقتل يعني حضرتك بتجيب الصورة اللي هي في سفر اللي هي متماشية مع كلام التوراة الصورة المن اللي بيتلم من الارض وليست حضرتك بتدعيه انه صمغ من الشجر فترك القمني التوراة لان الكلام عن المن فيها واضح ولا مجال للتحريف لان التوراة ليس فقط تؤكد ان المن كان بينزل من السماء زي ما هنشوف نصوصنا العظيمة والآيات المقدسة مش بس كان بينزل من السماء مش شجر بل وتشرح ماذا كان طعمه ويشبه ايه في شكله ولماذا سمي منا لنرى على اقل تقدير وصف المن في التوراة الذي تركه الدكتور القمني الوصف الذي لا يتماشى لا مع الصمغ ولا غيره جملة وتفصيلا خلينا نرجع للوحي المقدس بص كده معايا سفر الخروج 16 فقال الرب لموسى ها انا امطره مطر عيب صح انك تروح للصمغ قدامك هنا مطر عن المن امطروا لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي امتحنهم ايسلكون في ناموسي ام لا يوم بيوم تكون عندك ايمان انه ما تخفش بكرة هيكون فيه بتاع بكرة نعم وهنا على طول يقول ايه ويكون في اليوم السادس انهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة يلتقطوا ضعف عشان السبت راحة ما يلتقطوش في يوم السبت الصمغ ما بيكونش يوم السبت موجود لانه بعد شوية مش هنلاقي المن يوم السبت ما بنزلش يوم واحد بس في الاسبوع المن هو ما بينزلش مش بيكون موجود عشان يعلم الشعب احترام يوم الرب نعم كلام بسيط اي طفلة هيفهمه بتحرفه ليه وعيزنا احنا نسكت في التحريف ده يعني اخرصوا يا اقباط انا بدافع عنكم كان زمان لما كان في قناة واحدة في مصر كان الاقباط بيحب يردوا ما فيش حد بيديهم فرصة استاذ الوقت القنوات كترت واصبح للاقباط صوت واصوات نشكر الله وغير الاقباط من مسيحي الشرق لانه بحثك يا دكتور ليس هو فقط شمل يعني اله الاقباط طه اله المسيحيين في كل مكان خليني اكمل فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما فكان في المساء ان السلوى صعدت وغطت المحل هنجي الكلام على السلوى بعد شوية وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الارض فلما رأى بني اسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو عشان كده تسمى المن من هو مين ده ايه ده لانهم لم يعرفوا ما هو فقال لهم موسى هو الخبز الذي اعطاكم الرب لتأكله طيب دلوقت انا لو حبيت اقف هنا دقيقة يعني او ثواني يعني شيء بينزل من السماء زي المطر بينزل مع الندى نعم ولما الندى بينقشع بيشوفه على الارض زي الجليد الابيض ايه ده من هو سموه المن عشان كده من هنا موسى قلم هذا هو الخبز الايات دية ما فيش حد في المفسرين لا في اليهود ولا في المسيحيين احنا دلوقت داخلين في 3500 سنة من ساعة الحدث ده اخطأ في التفسير او في الفهم خالص انت مش عاجباك التوراة بتاعتنا بتاخد منها الايات وتقصها ليه تاخد المن هي بس كلمة واحدة اسمها المن ولا معها ايات تانية تاخد المن خد ايات المن او ما تاخدوش السؤال هنا للدكتور سيد القيماني انت لما جيت تتكلم في موضوعات اسلامية استشهدت بالطبري والقرطبي ومش عارف ايه جبت تفاسير ومراجع اسلامية ليه لما بتجي للكتاب المقدس ابعدت كل التفاسير المسيحية اعتمدت على تفاسيرك انت ويوم ما استشهدت رايح جايب لملحد بكتاب مش عارف ايه جاي تستشهد به طيب انا لو عملت كده مع الدكتور سيد القيماني وخدت كتبه وروحت جبت اي حد من اي حتة وروحت استشهدت به واسبت انه سيد القيماني اي حاجة يعني اي صفة اوصفه بها هل هيكبل دكتور سيد القيماني؟ لا ده على الفور حيقولك ايه ده ده انت اقتطعت الكلام واجبت شخص مش متخصص واقتطعت الكلام من مكانه وخلي بالك هو دلوقتي بزعلانه وهجومه اللي بيهاجم به الأقباط ودول دواعش ودول مش عارف ايه لانه هو الشايف انه لا انتو المفروض ترجعوا للموسوعة بتاعتي لانه حلقتين دول يعني مش نفعين يعني انت عايزنا نرجع للموسوعة بتاعتك طيب انت مرجعتش للكتاب المقدس بتاعنا واخدت كل اللي موجود فيه حتى اللي انت عايزه اشكرك اشكرك دي لقطة حلو انا بهنيك عليها شكرا بصراحة لانه انت مرجعتش للكتاب بتاعنا وخدت لقطة من هنا وكلمة من هنا انت بتقول للناس ارجعوا احنا اخدنا الكلام من فمك صحيح يعني انت اللي حكمت على نفسك مش حد تاني حكم عليك بس حتة حلوة بصراحة انه انت مرجعتش لكتابنا المقدس خدت منه كلمة اسمها المن بس دي مش وردت بس هنا دي وردت في العهد الجديد على لسان المسيح صحيح هجبلك الايات بعد شوية يعني انت مش خدت كلمة يتيمة مش معروفة مفيش حد يفهمها مفيش حد عارفة كلمة من ده تلاقيه ممكن في القرآن منزلنا المن والسلوء خلص انها في الكتاب المقدس هناك شرح تفصيل بيوريلك ده ايه وهو نزل ليه والمناسبة فمن العار انه انت تاخد كلمة وتسيب كل ايات المن وهي كثير جدا بالمناسبة في الكتاب المقدس هو الخبز الذي اعطاكم الرب لتأكله ثم يقول الوحي المقدس هذا هو الشيء الذي امر به الرب التقطوا منه كل واحد يعني على الارض التقاط كل واحد على حسب اكله عمرا للرأس على حسب الشخص على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته شوف عندك كام في الخيمة كل واحد تأخذ له الكيلة دية اللي هي العمر المسمى عمرا حسب انتو كام سبعة تأخذ سبعة وبعدين بعد ما قال الكلام ده قال شيء رائع جدا قال ففعل بن اسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل يعني حسب العدد ولما قالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص كانوا قد التقطوا كل واحد حسب أكله يعني ربن هباعت على عدد الناس على اللي يكفيهم اللي يأكلهم اللي يشبعهم يقولك صمغة رحت هنا لقيت العرب قالوا لي دا المن يبقى دا المن وانت رايح للعرب وصابت التوراة مش التوراة دي هي المركز بتاعك اللي انت طالع منه وطالع بالخروج تروح لتسمع كلام ناس بيسموا اي نبات تيمنا بالمن وانت تقول ده هو المن طب والآيات الباقية وبيتلمنا ان انا بنرد على حضرتك معقول يا دكتور هو دي الابحاث وهو دي المنطق نكمل وقال لهم موسى لم يبقي لا يبقي احد منه الى الصباح تكلوه الصباح هيكون في تاني ما تخفوش انا هجيب تاني عشان الناس دايما بتخاف على الاكل والشرب فبتحوش قال لهم لا خلوا عندكم ايمان فيقول الكتاب لكنهم لم يسمعوا لموسى بل ابقى منه اناس الى الصباح فتولد فيه دود وانتنا فصخط عليهم موسى ازاي منهم ازاي انتو بتعملوا كده الصمغ بيدود يا دكتور الصمغ اللى حضرتك كالتو لو سبناه خدناه من الشجرة وسبناه بعد السنة هنجي نلقى بيدود فاسد اظن لا الاجابة لا طيب يبقى كان لازم الرد زي ما انت شايف يعني الكلام اللى حضرتك بتسميه بحث ما اكثر الثغرات الموجودة فيه كثيرة جدا نكمل وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب اكله واذا حميت الشمس كان يذوب يعني لازم يبكروا طبعا التبكير في الكتاب المقدس له مفهوم الروحي في كل الكتاب مش موضوع هنا لكن المسيح يعرف من يبكر الي يا جدني ثم كان في اليوم السادس انهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد فجاء كل رؤساء الجماعة واخبروا موسى خايفين احسن يكون الشعب ارتكى بمشكلة دول اخدوا ضعفين مفروض كل واحد ايه عمر واحد بس كلا واحدة اسمع الكلام فقال لهم موسى فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة سبت مقدس للرب خبزوا ما تخبزونا واطبخوا ما تطبخونا وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ للغد ليه فوضعوه الى الغد كما امر موسى فلم ينتن ولا صار فيه دود فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا سبتا يعني راحة اليوم لا تجدونه في الحقل واما ستة ايام تلتقطونه واما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه يعني طبعا انا هشوف دلوقتي انه في ناس برضو ما سمعتش الكلام وطلعت تلتقط في اليوم السابع بس انا عايز اسأل يعني كل ده اعتقد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار واضح ايه هو المن بينزل من السماء اللي يتسمى من طبيعته وحنقرأ بعد شوية كمان اكتر ما بينزلش يوم السبت يوم الجمعة بينزل يكفي يومين أليس هذا عجيبا يعني يوم في يوم ينزل يكفي بس مرة واحدة وبعد ما ياخده خلاص بيكون كل واحد خد زي ما جاء بالصورة الدكتور بيليمو من الارض مش من الشجر فالصورة دي نسف يتكلامه كله يعني وبعدين اليوم السابع ما تطلعوش عشان مش هتلقوه فبيقول الكتاب المقدس وحدث في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا ودعا بيت اسرائيل اسمه من وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل طعمه زي الرقاق بالعسل والرقاق دي زي كأنها معمولة بزيت وده برضا هيديننا التفصيل ده بعد شوية يبقى زي حتى طعمه طبيعته مش موجود اليوم السابع بلازم يطلعوا قبل ما تحمى الشمس يجمعوه كل ده زكروا الكتاب المقدس عشان أكمل هذه الجزئية أذهب إلى سفر العدد وأما المنو فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقلي يعني زي البلور كذا وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه المقل هو حجر كريم يعني ثم يطحنونه بالرحة أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات خبز ملة يعني خبز معمول طيب هو الصمغ بيطحن بيأخذوه بيطحنوه بيتعاملوا معاه زي الدقيق زي القمح وبالمناسبة ثقافات كثيرة في العالم عندها أشياء كثيرة بتتعامل معاك القمح يطحن عشان يتعمل خبز غير القمح يعني فده كان بيعملوه كده يا دكتور يعني إحنا بنوضح لحضرتك بس ما تزعلش مش عايزك تزعل ده الموجود فإنت حضرتك سبت ده وخدت كلمة واحدة اسمها المن لا فيه آيات تانية عن من بتشرح ده لسه هيقولك كمان طعمه زي الرقاق المعمول بالزيت هو مش عايز المن الموجود في الكتاب المقدس هو عايز الكلمة بس عشان كده راح مركب عليها اللي جاء في القرآن القرآن ما قداش أي تفصيل هي الكلمة فخده الكلمة واستشهد بالقرآن الكريم صح وتعامل معها لهذا الأساس وربط بين المن ده والمن بتاع العرب صحيح العرب دلوقتي بيجوا الوحي اللي ممكن الدكتور سيد القماني يستشهد به هو يستشهد بأي وحي إلا الوحي الكتاب المقدس بالضبط كده هم كلهم كده يعني كلام العلماء وحي بس وحي الكتاب المقدس لا أو حتى الكلام العلماء لما يكون علم علم ثابت صحيح على العين والرأس إنما الافتراضات والكلام إمتى هتبص للعلم أنه ثابت وأنه كاذب لما تختبروا هل هم اختبروا؟ لا محدش بيختبر حاجة طيب يبقى هنا نكمل كمان حيدينا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت يعني قطائف كان بزيت وفيه كمان طعم العسل ومتى نزل الندى على المحلة ليلاً كان ينزل المن معه خلاص يعني كلام واضح في كتابنا المقدس عايز بعد كده تحرف لا يبقى ما تزعلش لما نقولك في تحريف طيب إيه رأيك أن السيد المسيح نفسه وتكلم عن المن بكل وضوح فهل علينا أن احنا برضو نصدق الدكتور القمني وبلاش موسى وبلاش المسيح له كل المجد؟ يهوى المتجسد اللي انت ازدريت بيه وسميته اللهو الخفي نروح معك للإنجيل إنجيل يوحنى ستة واحد وتلاتين تسعة وأربعين آباؤنا أكلوا المن في البرية المتكلم هنا المسيح له كل المجد ويقول آباؤنا عن الجيل اللي كان في برية سيناء الأربعين سنة آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا خبز من السماء يا دكتور من السماء أنت مش عايز ومش مؤمن بيه حقك ولا حد يقدر يقولك تلت التلاتة كام زي ما بتقوله في مصر خالص إنما تدخل كتابنا المقدس وتقص الآيات لا ده مش مقبول ثم يكمل الرب يسوع يقول آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا بعدين يرجع يتكلم عن نفسه هو الخبز الحي الباقي للحيا الأبدية وده موضوع تاني والمن نفسه إشارة للمسيح صحيح؟ صحيح طبعا رمز أساسي للمسيح لا مش شجرة صنغة على شجر عشان هدية هنا دل لهوت هنا أنا مش عايز أدخل الدكتور في أمور لهوتية إذا كان أمور التوراق البسيطة الواضحة صحيح لماذا المسيح شبه نفسه بالمن؟ في نفس الأصحاح ست بيقول أنا نزلت من السماء وأباكم أكلوا المن اللي نازل من السماء بس دول ماتوا بس اللي بيأكلني أنا ما بيموتش يحيى إلى الأبد ده في نفس الأصحاح فالمقاربة اللي عمل المسيح وهي ليست مقارنة ولا مفارقة هي مقاربة بين المن كونه نزل من السماء ليحيي هؤلاء وبينه هو المن الحقيقي الذي نزل من السماء فالنزول من السماء هو الأساس من الصمغة المسيح ليس لن يشبه نفسه بصمغة ليس هذا المقصود أبدا في اللاهوت الكتابي لذلك نقول اللاهوت الكتابي هذا شيء مع بعضه مترابط صحيح لما أنت بتطلع جزء من هنا أو جزء من هنا بيحصل خلل فالخلل بيكون واضح للمستمع اللي يعني على الأقل عنده دراية بالكتاب المقدس سيعرف أذهب إلى آخر الجزئية في كلام الدكتور القمني يقول تذوقت طعمه زي العسل وراقي بيوملاك بالطاقة ينتقل إلى السمان وأكلنا السمان وقالوا هو ده السلوى السلوى اللي بيتكلم عنه الدكتور إنهم بيحطوا الشباك وبيستضوها أنا مش شايفي جديد جابوا الدكتور يعني ولده اكتشاف مراجعنا بتقول الكلام ده واليهود مراجع اليهود أصلا يعني يعني حارفين إنه سمان طيور مهاجرة فيش حد قال السمان نزل من السماء كتابنا المقدس ما قالش كبه نا نتكلم عن إنه السمان يأتي كطيور مهاجرة وخليني يعني أقول للدكتور القمني عطينا مؤمن واحد مثلا يهودي أو مسيحي بالكتاب المقدس قال إنه السلوى دي نزلت من السماء أو هي مش طيور مهاجرة فالجديد اللي انت جبته يعني يغير وجه التاريخ ده المقدم بتاع البرنامج ومفاجأ مع المن والسلوى المفاجأ اللي مع المن تحريف والسلوى كلام ليس له أي معنى على الإطلاق وها هي مراجعنا المسيحية خلينا أدي لك مثلا قاموس الكتاب المقدس قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة السلوى طيور ترحل من أفريقيا في الجنوب إلى الشمال في أسراب كثيرة العدد جدا وقد صيد منها في إيطاليا مئة ألف طائر في يوم واحد وهي تطير في أسراب فتشبه السحاب الكثيف وقد أرسل الله كمية كبيرة من هذه الطيور إلى محلة العبرانيين ليأكلوا لحمها وقد طارت أسرابها من الجنوب عن طريق البحر الأحمر فقطعت خليجي العقبة والسويس ووصلت إلى البر في شبه جزيرة سيناء متعبة مرهقة وإز بدخان محلة العبرانيين يعاكسها فتسقط بالألاف على الأرض فيسهل إمساكها باليت أنا واحد من ضمن الناس لما كنت طفل صغير في الخريف تحديدا كان بيجي السمان وكنا بنصطاده بإيدنا لأنه بيكون فعلا مرهق جدا ومنهك كنا بنصطاده بإيدنا وكنا بنأكله أبونا تدرس ياقوب في تفسيره لسفر العدد 11.31 يقول لقد أشبعهم الرب لحما لا بذبح مواشي ولا بصيد أسماك إنما أرسل لهم طيرا صغيرا السلوى أو السمان ساقها إليهم بريح نحو المحلة الرياح في المواسم هجرة الطيور الكبيرة الضخمة أبونا أنطونيوس فكري سفر العدد 11.31 سلوى هي طيور السمان ولاحظ أن الله يستخدم قوانين طبيعية سبق فوضعها لينفذ مشيئته فالريح تسوق كميات ضخمة من الطيور وتجعلها تسقط أمام الشعب فالله يحل مشاكلنا بطرق لا نتصورها كل هذا ما يعرفش عنه حاجة يعرفوه بس لازم يكون فيه الطريقة التي عملت والموسيقى المصاحبة وكأنه فيه شيء المسيحيين أو اليهود ما يعرفوهوش واكتشافات جديدة اكتشافات حديثة أتادي المن طلع المنه زي ما انت شايفه صمغ ده في الاكتشافات الجديدة صمغ بيقول اثنين مليون شخص لمدة أربعين سنة واجبتين على الأقل في اليوم مع أنه الكتاب المقدس بيقول يطحن ويخبز نعم ويطبخ كل ما شئت عن المن خارج كتابنا المقدس لكن تأخذ وتحرف الآيات لن نتساهل مع هذا الأمر إطلاقا تبقى لي أيضا مرجع آخر عن السلوى وهو شخصية رائعة جدا وليام مارش وهو أيضا يعني أنا بعتبر أيضا رغم أنه مش مؤرخ لكنه يهتم بالتأريخ بصورة هامة جدا في كل ما كتب فحينما أتى ليتكلم عن السلوى قال يكثر طير السلوى في المشرق والسلوى من قواطع الطير يعني اللي بيقطع مسافات فإنها تقطع من سوريا والعربية في الخريف لتشتي في أواصط إفريقية وترجع أسرابا كبيرة في الربيع وتصل إلى البحر الأحمر معيية فتقع على الأرض حتى يقدر الإنسان أن يصيدها بيده أو بعصاه بيجيب لنا هنا مؤرخة لأنه بيجيب كلام للمؤرخين قال ديودوروس إن سكان العربية الصخرية ينصبون لها أشراكا على شاطئ البحر فيمسكون كثيرا منها ولحم السلوى لذيذ عند أهل الشرق رغم أن ويليام مارش رجل لا هوتي إلا أنه بيهتم بالتاريخ وبيجيب الأحدى هو بيقول لك بينصبوا لها شبكا ما الجديد الذي أتى به الدكتور القيماني لما تقول لنا والسلوى مفاجأة بينصبوا أشراك أتاري دي موجودة ومن الذي قال غير ذلك يعني عجيب أنك أنت تختلق أنه في مشكلة وهي ما فيش وتقول أنا هجب لك الحل مع أن الحل موجود في الكتاب المقدس والمراجع المسيحية ما عندنا شحنا مشكلة في هذا الأمر أين الجديد في السلوى كلنا كلنا السلوى لكن المن لا أنت توهمت أن هذا انتكلت المن انتكلت شيء اسمه المن لكن ليس المن الذي كان ينزل من السماء لأن الكتاب المقدس قالها صراحة أنه في نهاية الأربعين سنة توقف نزول المن تماما يعني الكلام هذا مذكور في الكتاب المقدس مذكور أنه في نهاية الأربعين سنة توقف المن من النزول لا خلاص وصلوا الأرض اللي هي فيها يقدروا يزرعوا ويحصدوا ويستطيعوا أن يمارسوا حياتهم يعني ليس كلمة يتيمة المن هذا ذكرت في الكتاب ولا موضوع السلوى كلمة كده حضرتك أخذت اسمها من التوراة كلمة اسمها المن كلمة اسمها السلوى وتركت كل السياق الموجود في الكتاب المقدس أليس هذا بحثا بحثا عاطفيا غير محصا بالدرجة الأولى لا بأدلة ولا أي شيء ويبحث بس بحث عاطفي محض علشان أنت عاوز تنسج فكرة معينة عندك وتحاول تنسج لها كلمات من كتابنا المقدس وزي ما حضرتك شايف المصيبة كبيرة كبيرة جدا إنه اسم كبير زي الدكتور القيمني نحن لم نكن ننتظر أبدا أبحاثا بهذا المستوى وأنا قبل ما أخلص يعني الكلام ده أنا أرجو قبول المناظرة على قناة القاهرة والناس وإلا فهنا وعلى رأسي كل التقدير والإحترام لشخصك تأخذ الوقت المكافئ لي تماما ونسأل عن كل الأشياء التي من حقنا أن نسأل عما قطع حرفة بدلة مكان الآيات كل هذا من حقنا أن نسأل في المناظرة رب يباركك دكتور القيمني ويباركك السيدة إيزيس ويباركك كل أحبائك وهم كسر وأتمنى أن أسمع من حضرتك رد رب يباركك شكرا لك بالنسبة لي وليام مارش اللي هو بيجيب المؤرخين وبيستشهد بكلامهم بنعرف أن الأحباء يعني واسيم السيسي ودكتور القيمني بيعتبروا أن هم مؤرخين أو يمكن من جهل الشعب ما أنا مش عارفه بيطلق عليهم مؤرخين ولا واحد فيه مؤرخ كل واحد له مجاله لا يعني هو يتكلم في التاريخ ماشي ما فيش مشكلة لكن اللقب أنا النهاردة لو جيت مع شخص بيعمل لي مقابلة وقال أنا النهاردة معنا المؤرخ الكبير وحيد أقول له آسف أنا مش مؤرخ لازم يكون عندي كرامة كرامتي لا تسمح لي أن أخذ لقب مش بتاعي ما ينفعش التاريخ لي ورجاله ولي وناسه المؤرخين ده علم فمش أي حد مؤرخ دكتور وسيم السيسي طبيب أنا عندي معلومات عن الطب أروح أمسك مريض أفتح له بطنه وأعمله عملية حموته صحيح هو طبيب ده تخصصه يتكلم في أي حاجة تاني ممكن ما فيش مشكلة من حقه ويمكن يكون فيها فاهم برضو لكن مش لقبه فالناس من جهلها من عدم معرفته بتضع ألقاب لكن الألقاب مش صحيحة دائما طيب هو هو طبعا هو على نفسه بيتكتب أنه ده المؤرخ وده مش عارف ايه المهم أنه يعني أنت وانت بتتكلم في التاريخ أو بتستشهد ليه بتستشهد برضو أنت في التاريخ أو مع المؤرخين بتستشهد ببعض الكلمات وبتسيب كلمات تانية كثيرة ليه مش عايزها؟ لأن البحث عاطفي قال البحث بيكون عاطفي وهو بيعمله كده يعني الثيودور مثلا واليوسيفوس المؤرخ اليهودي مؤرخين موجودين ومعترف بالتاريخ بتاعهم بل على تاريخهم يبنى أمور كثيرة جدا في التاريخ الأشياء ممكن يأخذ مثل كده مثلا في التوراة خد ايه مثلا في التوراة؟ صحيح أنه اليهود خدوا دهب المصريين نعم بس لا فيه اضطهاد مع أنه بعد شوية غير رأي وقال فيه اضطهاد وبيستشهد بأنه خدوا دهب المصريين من التوراة وبيجيب لك الآيات لكن لما يجي في موضوع أنه فيه اضطهاد يقول لك لا احنا بنبني بيوتنا بعفش الرز وبالطين يعني ده كده معناه فيه اضطهاد مش ده المنطق ده مش المنطق هو عارف ده مش المنطق وعارف أنه يعني مش ده المستوى بتاع الدكتور القيماني ولا احنا مستنين ده المستوى مستوى غير كده تماما ده الناس كانوا مستعبدين لنقل مرروا حياتهم بعبودية قاسية لأنهم كانوا فيه مدن اللي انت حضرتك استشهدت بيها وجبت الحفريات بتاعتها أنه كانوا مسخرين لبناء مدن وفيها كمان الغلال يعني تواجدت الغلال لأنه كانت مخازن في ثومور عمسيس نعم فأنا أعتقد أنه يتم يعني الاستشهاد من المؤرخين بأجزاء فقط هو عايزة أي شخص فيهم يعني وبالتالي يترك الأجزاء زي مثلا كده طب انت دكتور عندك ده مؤرخ وهو لاهوتي أيضا ما تشوف بيتكلم إيه عن السلوى بيتكلم إيه عن المن لكن إنت تروح تأخذ كلمة من الكتاب المقدس أنا أعتقد ما كانش ده موفق في موضع السلوى والمن وأنا بشجع الأحباء المشاهدين أنه يبقوا معنا الأسبوع القادم لأنه ده الكل مستنيها أنا عن نفسي منتظر الحلقة الجاية بنعمة المسيح عشان أنا حسب ما أنا طبعا بسمع بس أنا مش لا أنا مش هقولش حاجة بس أنا بقيت متشوقة وفي نفس الوقت أنا حكون مستمعة برضو أو مشاهدة يعني بس أنا برضو كنت يعني أنا كان نفسي مش ناخد فكرة عن الحلقة الجاية لكن ندي على الأجل النقطة اللي إحنا هنتكلم فيها إحنا هنتكلم في جزئية خاصة بأشياء أيضا تم تحريف مفهومها وطبعا أنا لن أقول إيه هي عاسيبة كده علشان حتى الناس اللي مش فهمها هتفهم يعني الناس اللي حتى مع الدكتور القمني اللي فاكرين أنه في بحث قدم حيكونوا مسعوقين الله طيب ده ليه حصل كده يعني هي مش مكابرة أنك أنت شايف الحق قدامك وتقول لا حيكون أمور واضحة بنعمة الرب الأسبوع القادم فأنا أعتقد أنها واضحة حتى للقمني نفسه أنه عارف ليه عمل كده يعني ولازم يسأل ومش مني أنا لكن يسأل من المتخصصين في هذا المجال أنا كراجل خدام لربنا يعني ده ما يخصني في هذه الجزئية هي الكتاب المقدس ربما في ناس تانية عندها وثائق أخرى تستطيع ترد أحسن مني وأفضل مني أنا ما قدمته فقط من كلمة الله في الأجزاء اللي اقتطعك لكن بالتأكيد في أشياء أخرى ربي بارككم انتظرونا شكرا شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبدون شك بنعمة المسيح ربنا يدينا العمر حنشوفكم في الحلقة الجاية